حملة مرورية توعوية لبيان أهمية استخدام حزام الأمان وإلزامية ارتدائه أطلقتها مدرية الأمن العام ضمن جهودها للحد من الحوادث المرورية ضمن جهودها الهادفة للحفاظ على سلامة السائقين والحث على الالتزام بالسلوكيات المرورية السليمة أطلقت مديرية الأمن العام اليوم ومن خلال إدارة السير حملة توعوية لتعزيز الالتزام باستخدام حزام الأمان أثناء القيادة سيتكون هذه الحملة لمدة أسبوع وستكون من خلال كافة الوسائل الإعلامية سواء المرئية أو المسموعة أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي سيتضمنها أيضا له توزيع برشورات وأيضا تقديم إرشادات لإخواننا السائقين تهدف هذه الحملة لتصلد الضوء على أهمية استخدام حزام الأمان وتبيان ما هي المخاطر الناجمة عن اللي هو عدم استخدام حزام الأمان سيتبع اللي هو الحملة حملة بعد ما تنتهي حملة تتضمن تكثيف الرقابة على استخدام حزام الأمان وتسعى مديرية الأمن العام من خلال هذه الحملة والتي تتضمن توزيع نشرات توعوية وإرشادية على السائقين إلى الحد من ارتكاب هذه المخالفة الخطرة وما تخلفه من وفيات وإصابات بليغة جراء حوادث السير حيث سترافقها إجراءات قانونية بحق المخالفين حملة جيدة ويعني هو المفروض أنه بدون حملة نكون إحنا متوعيين دائما لا استخدام حزام الأمان لأنه حماية للشخص وحماية اللي بيكون معك في المركبة الالتزام أول شيء بيحافظ على صحتك بيخليك دائما تشعر بالأمان بعدين الأمر غير مكلف يعني إيش بدي يأخذ منك ارتداء حزام الأمان وتظلم بقي يعني أنت تظلك بأمان وتهيب مديرية الأمن العام بالإخوة السائقين ضرورة الالتزام بقواعد المرور وبالتعاون مع رجال السير حفاظا على سلامتهم